بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد واسمع دعائي إذا دعوتوك واسمع ندائي إذا ناديتوك وأقبل علي إذا ناجيتوك فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك راجيا لما لديك ثواب وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري ولو يخفى عليك مرم قلبي ومثواي وما أريد أن أبدأ به من منطقي وأتفوه به من طلبتي وأرجوه لعاقبتي وقجرت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر عمري من سريرتي وعلانيتي وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفعي وضري إلهي إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني وإن خدلتني فمن ذا الذي ينصرني إلهي أعوذ بك من غضبك وحلول سخطيك إلهي إن كنت غير مستاهل لرحمتك فأنت أهل أن تجود علي بفضل سعتك إلهي كأني بنفسي بوقفتهم بين يديك وقد أظلها حسن تبكلي عليك فقلت ما أنت أهل وتغمدتني بعفوك إلهي إن عفوت فمن أولى منك بذلك وإن كان قدنا أجلي ولم يدنني منك عملي فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي إلهي قد جرت على نفسي في النظر لها فلها الويل إن لم تغفر لها إلهي لم يزل برك علي أيام حياتي فلا تقطع برك عني في مماتي إلهي كيف آيس من حسن نظرك لي بعد مماتي بأنت لم تولني إلا الجميل في حياتي إلهي تبل من أمري ما أنت أهلو وعد علي بفضلك على مذنب قد غمره جهلو إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا فأنا أحفج إلى سترها علي منك في الأخرى إذ لم تظهرها لأحد من عبادك الصالحين فلا تفضحني يوم القيامة على رؤوس الأشهاد إلهي جودك بسط عملي وعفوك أفضل من عملي إلهي فسرني بلقائك يوم تقضي فيه بين عبادك إلهي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستغنع القبول عذري فاقبل عذري يا أكرم من اعتذر إليه المسيئون إلهي لا ترد حاجتي ولا تخيب طمعي ولا تقطع منك رجائي وأملي إلهي لو أردت هواني لم تهدني ولو أردت فضيحتي لم تعافني إلهي ما أظنك تردني في حاجة قد أفنيت عمري في طلبها منك إلهي فلك الحمد أبدا أبدا دائما سرمد يزيد ولا يبيد كما تحب وترضى إلهي إن أخذتني بجرمي أخذتك بعفوك وإن أخذتني بدنوبي أخذتك بمغفرتك وإن أدخلتني النار أعلمت أهلها أني أحبك إلهي إن كان صغر في جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك أملي إلهي كيف أنقلب من عندك بالخيبة محروم وقد كان حسن ظني بجودك أن تقلبني بالنجاة مرحومة إلهي إن أفنيت عمري في شرة السحب وإبليت شبابي في سكرة التباعد من إلهي فلم أستيقظ أيام اغتراري بك وركوني إلى سبيل سخطيك إلهي وأنا عبدك وابنو عبدك قائم بين يديك متبسل بكرميك إليك إلهي أنا عبد أتنصل إليك مما كنت أواجهك به من قلة استحيائي من نظريك وأطلب العفو من كائد العفو نعت لكرميك إلهي لم يكن لي حال فأنتقل به عن معصيتك إلا في وقت أيقضتني لم لمحبتك وكما أردت أن أكون كنت فشكرتك بإدخالي في كرميك ولتطهير قلبي من أوصاخ الغفلة عن إلهي انظر إلي نظر من ناديته فاجابك واستعملته بمعونتك فأطاعك يا قريبا لا يبعد عن المغتر بي ويا جبادا لا يبخل عن من رجا ثوابا إلهي هبلي قلبا يدنيه منك شوق ولسانا يرفع إليك صدق ونظرا يقربه منك حق إلهي إن من تعرف بك غير مجهول ومن لاذ بك غير مخذول ومن أقبلت عليه غير مملول إلهي إن من انتهج بك لمستنير وإن من اعتصم بك لمستجير وقد لذت بك يا إلهي فلا تخيب ظني من رحمتك ولا تحجبني عن رأفتك إلهي أقمني في أهل بلايتك مقام مرج الزيادة في محبتك إلهي بألهمني بلهاً بذكرك إلى ذكريك وهمني وهمتي في روح نجاح أسمائك ومحل قدسك إلهي بك عليك إلا ألحقتني بمحل أهل طاعتك والمثوى الصالح من مرضاتك فإني لا أقدر النفس دفعاً ولا أملك لها نفعاً إلهي أنا عبدك الضعيف المذنب ومملوكك المنیب فلا تجعلني ممن صرفت عنه وجهك وحجبه سهوه عن عفوهك إلهي هبلي كمال الإنقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بصياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمى وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك إلهي واجعلني ممن ناديته فأجابك فلاحظته فصعق لجلالك فناجيته سراً وعمل لك جهراً إلهي لم أسلط على حسن ظني قنوط الأياس بل انقطع رجائي من جميل كرميك إلهي إن كانت الخطايا قد أسقطتني لديك فاصفح عني بحسن تبكلي عليك إلهي إن حطتني الذنوب من مكارم لطفي فقد نبهني اليقين إلى كرم عطفي إلهي إن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائي فقد نبهتني المعرفة بكرم آلائك إلهي إن دعاني إلى النار عظيم عقابك فقد دعاني إلى الجنة جزيل ثوابك إلهي فلك أسأل وإليك ابتهل وأرغاب وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعلني ممن يديم ذكراك ولا ينقض عهدك ولا يغفل عن شكريك ولا يستخف بأمرك إلهي وألحقني بنور عزك الأبهجي فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا ومنك خائفا مراقبا يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا